نحن المرة الماضية نحن المرة الماضية بلشنا بدرس الفورم إذا بتتذكروا أخذنا إجزرسايس عن الفورم وقدرنا لكم إنه التفاصيل تعيت الفورم والكونتينت تعيته أساسية فخليني طبعا هون فرجيكم ملخص سريعا اللي أخذناه المرة الماضية درس الفورم أساسي جدا ما بدي يكن تستهونوه أو بتعتبروه إنه درس عادي بالعكس هو درس أساسي جدا لأنه هو نقطة اللقاء اللي بتكون بين الكلاينت وبين السيرفر اللي تلكم في مجموعة من الـ ActiveX Control نحن بنشتغل عليهم موجودين داخل الفورم أو بالأحرى نحن بنحطهم بالفورم ككونتينر لألون من بياناتهم التكس بوكس والهيدن تكس بوكس والباسورد والسيلكت والشيك بوكس والريديو بطن والسبمت بطن والريسات وما شابه والتكس تاريا والاوبشن جروب إلى آخر هيدول الأدوات نحن ما اشتغلنا عليهم المرة الماضية كلهم فحابب أنا بالـ Exercises اللي ما رألكم اليوم أعطي هنت عنهم كلياتهم وهيك منخلص من درس الفورم لحتى تسنى لألنا بالحصة التانية نفوت بالكاسكادي ستالشيت أو السي أس أس خلنا نبلش أول شي بالإطار التالي تقدر خليكم تقدروا تشوفوا معظم التاجات اللي موجودين بالفورم بهيدا الإكزرسايس أنا محضر لكم مثل هيدا الإمج هو الهدف اللي بدي يوصله بتمثل هيدا الإمج Registration Form طبعا الصورة يلي هي صورة الشخص اللي أنا حاططها مجرد صورة عادية أنا عندي هاي الصورة موجودة هون أكيد تكون تحطوا الصورة اللي بدكنيها بس لو كنتوا عم تشتغلوا Back End هاي الصورة بتتحول وبتصير صورة حقيقية للشخص يلي هو عهم Registration لأنه هو بيعملها Uploading يلا أنا نفس النساء اللي نحنا عم نشتغلوا نحنا والشباب بالنسبة لموضوعات ال Back End أوكي يعني مثلا إذا نحنا هون فتحت software أنا عم نشتغله كنت بصف قبل ما فوت لعندكن كان في صف Back End عم بيشتغل أنا ويون عليه وبالتالي كنتنا عم نشتغل كيف نحط الصورة للشخص اللي بيعمل Registration فخليني فرجيكم Registration Form وين بتكمل وين بتكون موجودة هيدا الموقع اللي نحنا عم نعمله اخترنا أن يكون في عنا مثل templates ونقدر نخليها تكون Log In و Log In و Registration موجودة عندي هون طبعا بال Log In إذا كبست علي اللي يعطيني ال User Name وال Password وال User Name وال Password إني E-mail و Password عملا بدني طاقل للجديد هذا اللي انتو شايفين هو Bootstrap إضافة مع API نحنا بنسميها Jetstream API طبعا هعمل باك اللي نشوفه Registration Form Registration Form اللي شايفين انتو عندكم هون شي تقليدي جدا هلأ بتكمن الفكرة بال Controlling اللي نحنا بنكتبها يعني تاكس بوكس اللي شايفين حطكم هون هي محبية ما فينا انو نكتب بقلبها اي كلام ونزعبه تاني شغلة خلينا عمل على أساس انو أنا انو أنا لنفترض Admin لانو في نوعين من ال Log In User في Admin وفي client عادي انا حاط توني جورج at gmail.com انو هو ال Admin هيك بيفوتني على المين بورد تعيته ال Admin اللي نحنا بنسميها dashboard على هي بعده السايت مش مكتمل عم نشتغله بال Backend انا ومجموعة من شباب بدورة من الدورات من شانك حتشوفوه فاضي هون علما اللي انتو شايفين وهيدا Templates التامبلت يعني مثل front end template مقدم نحنا منقوم بالتعديل عليه لا تسعي انو أنا هون هيدا ال Image اللي كنت عم بحكي لكم عنه هيدا اللي عامل هيدا تامبلت اسمه Douglas هيا فينا ساعة هون نستبدل الصورة تعيد Douglas بالصورة تاعت الشخص يلي هو عامل log in والcategories نحنا بس عملنا هون لحتى لقى الكategories غيرنا بالcontent بيبين عندي انو uploading الكategories هو بده مفروض لما يكتب category بس add يعرض لكل الكategories الموجودين بالdatabase عنده هون علما انو ازا نحنا بدنا نروح على main page الصفحة الاساسية ما منعود نشوف log in وregistration الموجودين لانه خلاص ايدا الشخص already logged in ينصار عامل log in انما بيستبدل log in والregistration buttons اللي كان لونهم اخضر وازرق الموجودين بالبداية بprofile drop down menu يعني ما عادت عندي هون الlog in ورجسر اللي كانوا موجودين already صار في عندي profile هون البروفايل log out وداشبورد ازاك بس على الداشبورد طبعا بيردني على الصفحة اللي كنا فيها لأ من شوي ازا رجعت مكبسة على log out بيطلعني منها البروفايل بيعطيني كل الdetail profile عنه للشخص اللي هو عامل log in ازا عملنا log out بيردني على الصفحة رئيسية يلي بيشوف فيها كلمة log in وregistration هلا بتعرفوا ازا انا فتت على اساس اني انا client بصير بشوف البضاعة يلي بدأ تم بيع من قبل من قبلنا لصالح هيدا الزبون وهيدا المشروع بدنا نكمله لحتى نقدر لما نشتري اي سلعة نضيف اتو كارت وبالتالي بيصير فينا نعمل payment by credit card على كل احوال بدي الفو نظركم انه ازا نحن بنساوي هيدا الفورم اللي هدف انه انه تعرف على باقي التاجات الموجودين بالفورم اللي ما اشتغلنا سبع انا من من الاشخاص اللي بيحبوا استخدام ال-html table لترتيب محتوى الفورم خاصة اذا كان registration form او فورم معقدة بس هيك بقدر انه نقول this is the last time using table لحتى نعمل structuring and organizing للداتا منشان هيك سمحون لنستعمل ال-table next time نستعمل cascade style sheet على نفس النساء ال-exercise يلي هو هيدا اعطيتكن ايه بقلب exercises اعطيتكن ايها هون ما بحف اذا سنت لكم الفرصة تفوتوا وتشوفوا هلا هيدا مسبق شوي لانه كنا عاملينه مع اشخاص بدورة تانية front end هنه بس بقلبه javascript والفورم الموجود هون منه محتوط ب-html table انما انه هيدا الفورم محتوط على بقلب css اوكي طيب فازا اللي انتو شايفينه هون هو جميل وممكن يكون اجمل اذا حطينا الكاسكايت بشكل معمر اكثر بس نحنا بدنا نمشي any steps معلش خلنا نبلش اول شي هدي صورة حدنا بدنا نحاول نتبلش فيها نشتغلها اليوم انا عبلش استعمل كمان النوت بعد بدي بلش استعملكم انا وياكم الفيجوال سيديو كود مع انه انا واسق انه انتو من المحبين الفيجوال سيديو كود وانتو من الاساس عم تستعملوها بس قلتلكم انا لانه بيصار بشكل اكاديميك بحاول اني اشتغل نوت بعد لحتى الكل يقلدني وهيك بيصير بيضطر انه يحفظ الاوامر بدل ما يقعد يحفظهم كلمة كلمة او يخلي يساعده اوكي فازان عندي داخل هيدا الفورم simply a simple title بالtitle خلقنا نسميها registration معلي ممكن كم امر جديد مش مشكلة يمكن بتعرفون مرقين عراسكون يمكن لا انا احبب غير الايكون تاعت الصفحة نحنا عادة نستعمل متا tag وشغلات عديدة اليوم نستعمل link relation type icon وفيكم لازاباتكم تكتبوها shortcut icon او icon للتبسيط الايكون هي عبارة عن صورة بتجيبوها online بتجيبوها من الانترنت let it be href بتجيب اسم الصورة خلينا نروح على الانترنت ونجيب icon خاصة فينا google منقله عادة هول icon بيسموها favorite icon for website الآن ازا فيكن تفوتوا على images بيعطيكن icon عديدة انتو بتنقل اللي بدكن يه والله انا عجبتني هاي it's okay الآن في عشرات بل مئات الاف icon فيكن اتنقل منهم كلهم اجمل من بعضهم بس منصحكم نتنقل icon اللي بي فيه وراها هيك نقطة لونه رمادي وابيض لانه هيدول icon بيكونوا transparent ما تعملوا راي تكليك عليها save as اكبسوا عليها directly visit خوتوا عليها وعملوا لها download من هون على معظم الصفحات اللي بتقدم هيدول icon ما بيكونوا مجانة وفي منهم كتير بيقدموا بشكل مجاني it's okay انا هون ما بدي اعمل resizing ولا شي عملي online resized pg width and height let it بي انه انا بدي حط width 32 pixel احف اذا هون عملي license ما license ما باعث هلا بشوف هو 32 pixel يعني اثنينات هون يكونوا width 32 ولا 32 لا يكون انتوا ممكن تنقوا icon من different page بيكون عندي التغيير resize تعل الامage بيختلف ما تكبروا اكتر من 32 لل icon 32 pixel it's good وعملو go تضر الامage لازم يكون icon ولا يكون png لا لا ممكن يكون jpg png ايا نوع ما بيأثر زمان بالنظام windows 98 لا قبل 98 97 ولي قبل ايه كانوا يجبرونا بال ico لا لا بابا في هالشي اغلب click alphabet هولا على ما يبدو متل ما شايفين انه بدو نوع من الحماية للسيرفر عمل لي بالترتيب حط لي W بعد من الام بعدين 7 بعدين G هيدا حتى يحمي حاله سيرفر وما يكون نعمل عليه هيدا نوع من الحماية حتى يتأكد انه انا من روبوت هيدا الايكون صار موجود عندي خلاص نقفل هول بابا بدي اياهون وبنرجع لصبحتنا انا وياكم الفولدر اللي بدي حط بقلبه شغلي موجود على ديسكتوب اسمه forms داخل exercise number 3 اللي انا حطوه هون whatever بس ما بدي بعثر هن بدي رتبهن هحط الفولدر اسمه assets والimage تعيتي الemployee هحطه بقلبه والimage الايكون تعيتي هون هحطه بقلبه لحغير اسمها لحسميها faith icon علما انه انتو حرين فيكن تسموا الاسم اللي بدكن اياه بس اذا بتكون تشتغلوا متل باقي البروغرامر بتكون تحكوا لغتهم يعني فيه لغة متبعة بين البروغرامر تقاليد فيها مثلا الايكون مثل هاي يسموها faith icon اذا بتكون تغيروا الاسم ما حدا قلو معكم هحطه بفولدر اسمه icons داخل الassets يعني صارت الassets تضمن icons وفيه عندي فولدر اسمه images وهكي ارتب وافضل كشغل projects يعني بيصير اذا عندي fonts نحط fonts on sounds files whatever بيكونوا كل هيتهم مرتبين بهيدا الشكل والإندكس بيكون موجود برا طبعا هايدي اللوغو وهالأمور هولي شبتي فيهن هولي مجرد فايلات موجودة قديما وهاي الصورة اللي نحنا فاتحينا هون لحتى نقلد الشكل فيها طب انا لأ بدي بلش اشتغل بهيدا الفايل خليني احفظ بهيدا اللي عم بشتغل فيه الإندكس دايما لازم تكون بالمين رود بقى بالفولدر الرئيسية هلا لاحقا بعدين بس تدرسوا بلغات بطل في بيصير في شيء اسمه مثل الدورة اللي كنت عم بشتغل فيها انا والشباب هون بتلاقيوا انه معبى برامج كبيرة كلها ياتهم حتى الاندكس يعني اذا بتعملوا هون معي فوتوا معي على هيدا الفولدر الاسمه بتلاقي انه فيه اسمه هو اللي بيحرك كل الفايلات يعني لازم يكون اسمه اذا ما انه موجود ما بيمشي وطبعا هون فيه عمليات راوتينج وما راوتينج اذا فلت عليه للاندكس يمكن فيه كتير شغلات بتعرفوها وشي كتير شغلات ما بتعرفوها لانه هيدا نحنا منمشي فيهون لنقدر نوصل لهيدين المرحلين طيب اكلم نحنا هون داخل هيدا اللي حبني متن ما قلتلكم حتكون هاي اخر مرحلة منبني فيها مع منخلي بس بوظيفة معينة بعدين بوجود ما منعود بحاجة له شي كله منفوت هون مناخد الفيف ايكون النوع الصورة انا نقيتها PNG جيد اذا عملت وعملت ريلود للصفحة لحتى اعمل كنترول مفروض شوف بس الايكون لحالة وهيدا اللي الشي اللي انتو عم تشوفوه بقلب العنوان الموجود فوق هاي الصورة لانها سوا رجيستريشن ايكون لايكوا جوجل كيف شكله لايكوا واتس اوب كيف شكله وهاي الايكون هون هلا يمكن من بعض منكم يقول هون بالواتس اوب في امكانية ليتغير داتا تلقائيا نعم نعم هيدا بالتايتل بالجافرسكريبت بيقدر يغيرها متل ما نحنا بدنا هلا هماش موضوعنا هلا لنفوت بالجافرسكريبت منحكي حاليا انا هون قبل ما اشتغل التايبل مبايني انو عندي التايبل مبايني انو عندي التايبل مقصمة لتلاتي كولوم سيمبلي ثلاثي كولوم فيني شو اعمل هلين زغر احط هيك عجنا فيني شو اعمل حط الالوان بس للاشارة على الكولومز اللي عم بحكي عنهم طلعوا معي هحط اللون الزهر هيدا اللون هون تفضل في حدا عم يسألني شاد استيز كيفك اها ايميليو حبيبي كيفك اشتقنا لهالصور تمام لك الحبيب لك استيز السؤال تحت التايبل هيدا اللينك شو هو صراحة ما بذكره تحت التايبل وين عزيزي بهاي او بالصفحة اللي انا كتبته هون هاي اه 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 اوكي لكن انا لما حكيت عنها انت ما كنت وانلاين لك حبيبي احنا ازا بدنا نغير الايكون تعيت البيج نختار ايكون من الجوجل اونلاين مثل هاي الرسمة بس ما تكبرها عن اثنين وثلاثين او اربعين بيكسل هيدا حدودها حطو هون ساعتا بيهلك الصفحة من حيس اللودين يعني فخليها بين اثنين وثلاثين والاربعين بيكسل كحد اقصى نقيا من الانترنت متل ما انا نقات من هون ايميليو ليك شو عملت فتت لهم نقات صورة زغرت له حجمة وبواسطة هيدا الامر اللي انت شايفو هلا حدك هون باللينك تليتو على الصورة فبيصير بيحط ليها كايكون هون متل ما شايفو قاعد حلوي نولي متل بصمة بس لانه انا مش تخيب انه محطوط بقلب الهاد اه هي بتنحط بقلب الهاد ما قلتلك ايميليو بالنظام الجديد بالواب ما قعد نشتغل متل النظام القديم سوفيه شغلات جديدة انت ما كنت عليهم فعالافضل انك تتابع النظام الجديد شفت مثلا الفلتر انت امتا اخذت معي الفلتر ايه من كم شهر بتصوب شباط تقريبا اوه يعني سنة فينا نقول تقريبا ايه من وقتها الهلأ الفلتر كلية انتغيرت الدارت كلية انتغيرت ساعة بتشتغل على النوت جي اس يعني ببقى مثل اول البلاتفورم تحيطها كلية مختلفة فما بقى فيه مثل اول هيدا عالم متجدد انا بواكب العالم الجديد يعني ما بوقف مطرح واحد فانتو كمان لازم نفس الشي اذا بيضتوا خلص بتصيروا ديمو دي قدما ما بتعود يتطلع حدا فيكم بدك تضلك متجدد اللي هتحس انت حتى بالواب انت اللي اخدتها كفول ستاك من قيمتها يعني فيه شي سنة لورا تقريبا ايه اله سنة من دشرين من سنة حتشوف فيه تغييرات كتير قوية ما عادت مثل اول يعني هلأ صار فيه شغلات جديدة موجودة بعالم الواب بثري طيب فإزان أنا هلأ عندي هيدا السطر الأول قاعدة بديل تلاتي كولوم فخلينا أول شي اكتب تايبل بوردر ايكول وان برجع بعد مرة بقالكم أنا مني من الأشخاص اللي بحب اني حط فورم جوا تايبل بس حبيت بهذا الاكزرسيز انه اخر مرة استعمل فيها تايبل مع الفورم وبنفس الوقت بقدر اعملكون عن تايبل ومنصير مرة تانية منفوت بس اس اس الحصة التانية مننبالش بس اس اس كل هيدا الحديث بيتغير بوردر خلا نعطيها الكالر بلاك سال سبيسينج تو زيرو اللاين سنتر ولربما نحط اللا الوطف لاتدبي اربعين بالمية كفاية بتصور هيك تمام انا بحب هيك شوية هيك زيحون اوكي بقلب هيدا التايبل انا ناوي حط تلاتي كولوم بكل تي ار بس مبين باول تي ار اللي لو نزهر بده يكون في عندي كولوم وحدي خلونا نحط تي ايج بدل تي دي لحتى تعمل بولد و سنتر كل سبان ايقل تو ثري وبكتب فيها ريجيستريشن بورب جود هلا بعد شوي بنعمل ومنغير بالعرض وسمكة الفونت حتى ما استخدم يعني بدنا نحاول نكسر التابوت يعني ونشتغل بقصص الكاسكادي قبل بقوينا شوي بالتي ار بدنا نشتغل هون تي دي فرست نايم حتى هاي قصة فرست نايم والتفاصيل خلص ببق في كتير ناس ببق يستخدموا هيدا الشي يعني من شوي انا فرجيتكن example اللي عطيتكن هون اللي هو هيدا هيدا ما بقلبه HTML table CSS ببق في عندي شي اسمه investor name منحط حالة وهي دي تاكس بوكس فاضي نكتب خلص صاروا منهم وفيهم placeholder نسميهم وهيدا الشغل بيسموه UI يعني بيصير مرتب ما بيعود نكتب بالطريقة التقليدية اوكي لنرجع مطرح ما كنا لكن عن جديد فهلأ حاليا مكتوبة هيك بدي التزم فيها this is my first name نحنا حتى ما نكتبها just as a text متل ما هي هيك منكتب قبل منا label for ونعطيها let it be FN انتو حرين بالنسبة لل ID بتكتبوها متل ما بتكون انا حطيتها FN label نقفلة in the second TD بيكتب input type equal text هيدا كرمالة text box العادي بعطيها the same ID FN هلا for the size انتو حرين فيكن تتحكموا بالsize متل ما بتكون default هي 20 20 character انا حكبرها هقلو size 25 يعني كان هدف الexercise هيدا يفرجيكم الفورم راجع table ويعطيكم extra attribute نحنا ما اشتغلنا عليهم ضمن active control الموجودين داخل الفورم let it be size واحدة منهم طب قلكن شغلي بعد هيدا text box اللي انا ناوي اكتب بقلبه انا قلت له عربك 25 character بس please ما تخليني اكتب اكتر من 20 character بيصير انه فيه بقلبه extra size ما ممكن اكتب فيه فاضي ما بيتعبى فبيصير بهالحال بيكتب له max length let it be 20 بهالحال اللي ما فهم اصدحة فرجيها لما نفز بدي اكتب بقلبه place holder مع انه وجود الليبل ما بيعود له محبة لplace holder وجودا بس انا عم حاول اني دخلهم كلهم ببعضهم لحتى يكونوا complete مع بعض place holder هو عبارة عن نص بيطلع بقلب التكس بوكس عادة هيدا النص لونه شفاف بيكون لونه رمادي شفاف بالكاسكادي ستاتشيت فينا نلعب بهيدا اللون ونغيره على سبيل المثال انا هون اللون حاطوا ما النور مادي شفاف حاطوا لون orange شفاف فهذا هيدا place holder فينا نتحكم فيها حلو الحلو بالplace holder انه انتوا قدرانين انه لما تكتبوا بقلبة لتكس بوكس بيختفي place holder ولما ترجعوا تمحوا المحتوى تاكس بوكس بيظهر place holder هلأ بقلكم عنهم كل اياتهم هحاول رتب كسرت الانبوت على سطر جديد وحطيت هولي كلهم تحت طالما هولي بملك لقلة يعني التابعين لقلة شفوا انا لما اشتغل بالنوتباد بتلزز بكتابة الاوامر كل امر بامره مع انه طبعا استعمال الفيجوال كنت عم بشتغل عليم شوي بدورة تاني فبحب النوتباد لانه كل امر بامره بحس بقل الو وظيفته الو حياته طيب انا هيك حطيت التاكس بوكس بتاني تي دي انه احنا متفقين انه فيه تلاتي تي دي بقل بتي آر التالتة هي الصورة هيدا الصورة تي دي بقل بس صورة اماج هحطها هوني طبعا اماج بس for the first time خلينا نقول الصورة قاعدة على سطر اثنان ثلاثة اربعة حتى تقدروا تفهموا اصدح هغير لون السطر التاني سطر هحط اللون اغدر ايضا اثنان ثلاثة بتنم ملاحظين كيف امتد اللون الاخدر اللي هو بيمثل السطر التاني هيدا هو السطر التاني من هون لهم هيدا روس فانصار هيدا اسمه روس فان صح لانه اخد سطر اثنان ثلاثة اربعة سو بديو ياخد الاسطر يكل الاسطر فبنكتب مارج بايرو روس فان اكوال تو فور وطبعا الاماج نحنا حطيناها داخل اسيتس اماجز اسمها امبلوية بس نسيت الاكستانشن نايمتاها فينه فو تشوفها من هون بالاسيتس بالاماجز اسمها امبلوية dot png good خلنا نجرب نساوية dot png very well هلا بعدين بوجود سبرايت كل هيدول الصور والايكون بينحطوا ب simple image وحدة وتتقصم by using css just one huge image يعني flat image اوكي هلا هيدا السطر التاني خلصتوا بدي يفوت بالسطر التالت وبرجع بعمل test لشغلي بس قبل ما ببلش بالسطر التالت حابب اني يغير اللون بالصورة لبرهن لكون ونحنا وين هيدا لون الورانج هون لاحظتوا الورانج ما امتد على تالت كولوم لانه الكولوم اللي فيها الامج اكلت السطر الخليط عيته للورانج يصار بس بقلبه خليتان السطر التالت بس بقلبه خليتان so هون عندي td فيها label for خليه تكون الان اختصار ل last name هيدا last name in this case نقفلها هاي td ومنرجع عن جديد td لحد في input type equal كمان خليه تكون text خليه تكون نفس الصيغة تعيت رفيقتها اللي فوق يعني text وبدو يكون معلش هاكسرها هيك ارتب احسن وبدو يكون في عندي id تعيتها نفس اللي حطيتها بقلب الان وكمان في عندي size هي default 20 كمان هحطها 25 لتطلع مرتب مثل رفيقتها لكمان هحطيها نفس max length 25 بتصير 20 حطيتها وبدو اعطيها placeholder انه يكتب بقلب enter last name مع الاشارة placeholder ما قلق اهمي هون لانه انا حاطت label بس حتى نشوف good اذا تدي انتهب وخلص السطر الثالث indeed فينا تعفش فينا نعمل تعال نعمل تاست قبل ما نكمل بالسطر الرابع save already انا عمل save as فبس عمل save وعم بعمل testing هيدا اول نظرة ل table كيف طلعت عندي اذا حتى سايت دايقة هلا من وسعة انا حاسس انه الاربعين بالمية كتير دايقة بالنسبة ل hard table يعني اذا منحط اكتر بيكون افضل هتلا نشوف احنا كاتبين اربعين او ما كاتبين ويتس بالمرة هي المفروض تكون اكتر بس انا حاطت بالغلط هون هايك تمام هايك ممتاز هلا لاحظوا كيف حتى وضح شغلتان ما رأوا معي بالحديث هلا اول شي placeholder placeholder متل ما شايفين لون رمادي شفاف ظهر بالتاكس بوكس الحلو فيه انه ما في امحي اذا كتبت بيمحى لحالو لاحظتوا بيمحى لحالو بس دمحي بيرجع تلقائيا من تلقاء نفسه لحالو عظيم هاي اول نقطة نقطة التانية قلت لكم انه اذا بدي اكتب بقلبه لل ماكسيموم بيسمحلي لعشرين من اصل خمسة وعشرين فبيبقى عندي باقي يوم فاضين ما بيسمحلي اكتب اكتر بها الطريقة تمام ماكسيموم سو هيدا قصة الماكس لانكس انه بتقولوا هالأدقى حض اقصى يعني اذا انا حطيت ماكس لانكس تلاتة ما بيسمحلي اكتب الا ثلاث احرف اذا كتبتوا فيها كمان سايز يعني بتحددوا العرض متل ما في شي اسمه ماكس لانكس في شي اسمه من لانكس المن لانكس بتقولوا اقل شي بدي تكتب ثلاثة احرف فبيصير اذا كتبت اقل بيعطيك مثل بيقول لك ممنوع بدك تكتب منيموم ثلاثة كاراكتر عظيم هو لي الواب ثري يا ايميليو ماكسوا موجودين سابقون سو انا ممكن اصلك سؤال اكيد طبعا لا انت كيف تحكمت بالفيرت نايم حد الامبوت كيف تحكمت بالكبر تعوله يعني بالعرض او بالمحتوى اذا بالعرض بالمحتوى عم بحكي انا بالمحتوى ماكس لان لا لا مش هذا قصدي قصدي بالفيرت نايم في بوردر تمام بيقل بوردر البوردر الداخلي اللي عم نحط فيه نحن المحتوى تماما انت كيف تحكمت فيه انه يجي على الاد يعني هيك مش هيجي كلمة هوا هو الانبوت هيدا الامر اللي اسمه انبوت اللي هو هيدا هو التاكس بوكس هاي المربع اللي مكتوب فيه كلمة انتر فارس نايم اما وين موجود هو موجود بخلية من خلايا تايبل اللي هي التي دي هلا التي دي زاد ارتفاعها تلقائيا لانه فيه صورة اجبرتها انه تطول هلا اذا عملت بعد سطر تقصر التي دي تعيد كل واحدة منهم بحكم انه السطر اللي بيجي بعد جانب الصورة صح اوكي تعال نكمل الباقيين يلا بالسطر التالت سطر الرابع انديد هغير اللون كمان هحطوا اللونه ازرق اللي هو هايد اوبس هيدا الازرق هيدا متل ما اللاحظته الالوان عم تخبرني كم خلية بقلب بقلب السطر عندي بقلب هيدا السطر في عندي ايضا تي دي مكتوب فيها بيرد دايت والتي دي التاني بدي اكتب بقلبها الانبوت الخاصة بالبيرد دايت علما انه البرد دايت كمان بيلايزم حطها از ليبل اور الاي دي خليها تكون مثلا دي او بي اختصار ل date of birth او birth it's okay birth just birth سكر اللايبل وبقلب التي دي لحد دا بدي اكتب انبوت حط فيها اللايبل حط فيها التكس بوكس الخاصة بالdate بس انتبو هون بالHTML5 في عنا امر اسمه date ما تكتبوا بقلبها text لانه هيدا قادرانين نحنا نكتب فيها فقط date فبيعطيني اذا كتبتلو input type equal date بيعطيني شكل calendar رزنامة لحتى انا نقم الناو فيني اكتب اذا بدي هيبعطي نفس الbirth id لحطيتها بالليبل وبقفلة لانه لانه صغير سؤال كنت عم بتقلي عن شغل ان هي web3 اصدق على placeholder web3 لا placeholder هي HTML5 بس web3 هي CSS وفي جزء من HTML داخل بالweb3 بس مش placeholder placeholder هي شي خاص بالweb2 بقولوا عنه web3 يعني تالت جنريشن يعني جيل التالت جيل التالت ما صار لو اشهر عفكرة طالع يعني فيك تقول عاي السنة اوكي فصار في عندي لك انسطر جديد نضاف لقلو الكالندر تعني عمل الريلودين ونشوف ها شوف الميزة تعيتها للكالندر بس تكبس فيها بتطلع عندك كالندر رزنامة انت بتنقمنها او اذا حابب فيك تكتب وهول السهمين بيطلعوك شهر فيها الطريقة هيك شفتها كيف تفتح بالاسلوب هيدا مبرمج تلقائيا اللي حالو طيب من كفة بدي بعد ضيف السطر اللي بعده هيدا السطر خليه يكون لونه لون رميدة او هيدا اللون شوفوا كيف هيدا اللون اللون جاي على على هيدا كمان بقلبه اخر سطر بقلبه خليتان بسبب الروس بان تحت الصورة ففي عندي ايضا فيها تيدي لابل جاندر حسميها انا هون فور ام يعني الميل يعني عطيت ال اي دي للميل انا هون بيكتب فيها كلمة جاندر وبقفلها للليبل هلا لازم تعرفوا شغلة اساسية بالنسبة لهيدا تيدي اللي بدي اكتب فيها الجاندر فيه فيه عندكن هون input type equal radio هيدول الدوارات تعقول الميل and female اسمهم radio ولازم يكون عندهم اسم واحد لانه اذا ما عطيتون نفس الاسم بيصير فيني حط النقطة بال female والميل وهيدا غلط يعني مثلا بعطيهم نفس النام جاندر جي عسبيل المثال وبكتب حدا هون كلمة male male هلا كرمال spaces extra spaces بيناتهم فينا نستعمل nbsb بس طبعا بالweb 3 هيدا الحكي ممنوع ممنوع وجود css بتقدر تقدر تزيحة بالشكل البدكي بس معليش اذا ما رأناهم لاخر مرة قبل ما نستعمل css وهيدا في الصراحة بيخلي نقوة اكتر css بتلاقي ساعتها مقارنة انه بدون css شو كنا نعمل كنا نكتب nbsb بوجود css واو وبابا نكتبون يعني صار اهم يلا عن جديد input type equal radio name equal g لازم يكون نفس الاسم and female كتبتا هون طب تعنا عمل test ونشيل ال name ونحط different name عسابي للميسل ونرجع نرجع ونشكي بالسير save and reload صار عندي هون male بتبص فيها بتبص بفي male بتنشل النقطة من الميل والعكس اذا انا ما كنت عامل هيك وكبست على كلمة gender لانه ال label اللي اسمها gender عم تدلني على الميل فبيروح لحاله بيدلني على الميل الموجودي هون طب انا بدي وضح شغلي بعد هون اذا محينا ال name عسابي للميسل for example محيت ال name اول ذلك reload بتلاقي انه اذا كبست mail وكبست في mail بيضل النقطين ببعض وهيدا doesn't make sense فالمفروض نحن هيكون في عندي name لحتى نقول عنها this is a collection array collection array يعني عدة تاقات عن هدف واحد والهدف هو gender sex code يعني اوكي نرجع هلأ انا وياكن على الصيغة اللي بعدها الصيغة اللي بعدها حسب الصورة اللي موجودة هون هو هيدا nationality بس رجعنا للثلاثة كولوم استعمل لون الاصفر وحط هون هاي واحدة وهاي واحدة وهاي واحدة سوري هون لانه مفتوحة لهاي انا سكرها هيدا البراش خلينا نحطها هيك نقفل اوكي لكن هيك هلا الخلية الثالثة انا تركها فاضي بس كان فيني اعملها كول اسبع نحطها مع بعضها it's okay مش مشكلة خلينا نحط هون nationality منبلش عندي بقلب هيدا tr في بقلبها td label for nat اختصار لعنشناليتي اوكي بهالطريقة هسكرها ومنرجع عن جديد اوكي نرجع عن جديد عنا هون label التانية هيدا يا اساسي بديكن تنتبهولا td التانية اللي بدي يكون فيها بقلبها هيدا combo box هيدا بسمو combo box حسب الشرح انا قلتلكم ما بنستخدم له امر اسمه input بنستخدم له امر اسمه select هاي لاحظوا انا حاطتلكم الشرح عنا هون هاي هيدا combo box بنستخدم له امر اسمه select مش input لحتى اقدر حط ال data بقلبه بدي اعمل مجموعة من option فبتصير هيك select مش input select ال id بعطيها نفس ال id نات تاعت ال label هيك وبكتب بقلبه مجموعة من options خلينا نطلع الصفحة لفوق لا اقدر خليكن تقشعوا شعور بكتب هون بنصير بنحط فيها هيك option value equal one let's say lebanese عن جديد option value equal to Syrian option value equal 3 Egyptian option value equal 4 Palestinian option value equal 5 فالأكيد نحنا ما منكتبون manually هول لازم تفهم واشتي Jordanian هول ياسيز منكتبون نحنا من database database بالback end بروح الtable موجود بالdata database بيسحبون ولحاله بيكتبون نعمل simple loop نسحبهم نكتبون اما هون نحنا معنا back end مضطرين نكتبون manually متل ما شايفين طيب خليني نفوت بسواني ثلاث سواني ببعتكم اللينك الجديد please تكبصوا عليا بتصيروا معي بالsection 2 خليكم معي اشتركوا في القناة